وصفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانتهاك الجديد بدأت إيران بإنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه في تغذية مفاعل للأبحاث النووية الوكالة الدولية أكدت أن طهران أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في الثامن من فبراير بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة النووية في أصفان هذا وأثار هذا التهديد الإيراني لإنتاج معدن اليورانيوم قلقت دبلوماسين الغربيين باعتبار أن هذا المعدن له استخدامات عسكرية وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أن نافذة الحوار ستغلق قريبا وأن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة بشأن الملف النووي ضريف أضاف أنه أضاف بأن طهران ملزمة باتخاذ خطوات جديدة بعد أيام بتخفيض التزامات إيران النووية في حال عدم رفع العقوبات وفي سياق متصل شدد ضريف على استعداد بلادي للتعاون والتنسيق مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة قبل توليه الرئاسة وفي مقالة لفورين أفيرز صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إيران انخرطت في سلوك مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط مؤكداً رفضه السماح لها بتطوير أسلحة نووية وصف نهج سابقه ترامب تجاه إيران بالكارثي متعهداً بالعودة للاتفاق النووي إذا كانت إيران لا تزال مستعدة للامتثال له التصعيد الإيراني تنامى مع دخول بايدن البيت الأبيض وفي الأسبوع الأول من توليه المنصب أعلنت طهران أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% وهي نسبة تتجاوز بكثير 3.5% المسموح بها بموجب الاتفاق النووي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف وضع خطاً أحمر نهائياً لإدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي بحلول 21 فبراير الجاري وطالب بايدن برفع العقوبات عن بلاده دون قيد أو شرط عادت إدارة بايدن على لسان وزير خارجيتها أنتني بلينكين لتذكير إيران بعرض بايدن الأول إن التزمت إيران بالاتفاق النووي سنعود إليه بل وسنؤسس نحن وشركاؤنا اتفاقاً جديداً طويل الأمد العرض بدى مكرراً في نظر طهران التي كانت قد رفضت عرضاً مشابهاً لترامب في يوليو 2019 المرشد الأعلى علي خامنئي رد على عرض بلينكين بأن بلاده لن تقيد برنامجها النووي مرة أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن رد على تصريحات خامنئي بأن الولايات المتحدة غير مستعدة بعد للعودة للاتفاق النووي لم تضع إدارة بايدن خيار فرض المزيد من العقوبات على إيران على الطاولة بعد فيما تستمر الأخيرة بانتهاك الاتفاق النووي بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرته وولستريت جيرنل قال إن إيران منعت المفتشين من الوصول إلى مواقع نووية حساسة لعدة أشهر العام الماضي كما عثروا على أثار لموادم شعع في مواقع نووية إيرانية يمكن أن تشير إلى العمل على أسلحة نووية ترجمة نانسي قنقر